تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة أعرب فيها عن تهاني لسمو حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم كما ضمنها فخامته خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامته أعرب فيها عن بالغ شكري وتقديره على ما عبر عنه فخامته من فيض المشاعر الطيبة مشيدا سمو حفظه الله بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية طاجكستان الصديقة ومتمني لفخامته مفر الصحة والعافية